نبدأ أولاً بالتوقف أمام صياغة الأهداف في المجال المعرفي المجال المعرفي يتضمن مجموعة من المستويات الأساسية تشمل هذه المستويات ما يلي أولاً مستوى التذكر ثانياً مستوى الفهم ثالثاً مستوى التطبيق رابعاً مستوى التحليل خامساً مستوى التركيب سادساً مستوى التقوي أريدك أن تقرأ معي مرة أخرى هذه المستويات ثم ننتقل لنتوقف أمام كل مستوى من هذه المستويات لنشرح تعريف المستوى والأفعال السلوكية التي يمكنك كمعلم للغة العربية أن تستخدمها في صياغة الأهداف داخل هذا المستوى كما أقدم لك بعض الأمثلة على أهداف سلوكية في كل مستوى من هذه المستويات فقط أريد منك أن تنتبه معي وأن تستعد بورقة وقلم حتى تدون بعض الملاحظات التي تشير إلى استفادتك مما يُعرض عليك نبدأ أولاً بمستوى التذكر ما المقصود بمستوى التذكر؟ مستوى التذكر يعني تذكر أو استرجاع المعلومة التي سبق للمتعلم دراستها كتذكر التعريفات والمصطلحات والحقائق هذا المستوى هو أدنى مستويات القدرة العقلي بمعنى أن المتعلم يتعامل مع المعرفة في هذا المستوى كما هي لا يدخل عليها أي تعديل ودوره ينحصر فقط في أن يحفظ المعرفة كما قدمها له المعلم وكما وردت في كتابه المدرسي يمكنك كمعلم إذا أردت أن تصوغ أهدافاً في هذا المستوى أن تستخدم الأفعال السلوكية التالية يعدد يذكر يعرف يسمي يسمع يعين يختار يتعرف إلى أمثلة أن يعين الطالب المثنى في مختلف صوره أن يعدد الطالب عصور الأدب العربي أن يعرف الطالب المجاز المرسل هذا المستوى يجب أن لا يقتصر المعلم عليه في صياغة أهدافه وإنما يجب أن ينتقل إلى المستوى الثاني وهو مستوى الفهم ما المقصود بمستوى الفهم؟ مستوى الفهم يشير إلى إدراك التلميذ أو المتعلم معنى المادة التي يقوم بدراستها ولذلك فإن مستوى الفهم يتضمن الترجمة من صورة إلى أخرى أو التفسير أو الاستنتاج ويعني إدراك معاني المعلومات والبيانات والقدرة على صياغتها بلغته الخاصة مثل فهم الأفكار الرئيسية الواردة في نص مقرؤ واستيعابها وتفسيره مستوى الفهم يتطلب من المتعلم استيعاب معنى ما مع معرفة مدلول الكلمات لذلك فإن الأفعال المستخدمة في صياغة الأهداف في هذا المستوى تشمل أفعالا مثل يترجم يستنتج يفسر يشرح يميز يلخص يصوغ يعيد صياغة ومن أمثلة الأهداف في هذا المستوى أن يفسر الطالب ظاهرة الإبدال اللغوي أن يستنتج الطالب حكم الإعراب الظاهر والمقدر ولا شك أن مستوى الفهم من المستويات المهمة ولكن لتثبيت عملية الفهم والاستفادة مما فهمه المتعلم لا بد أن نرتقي به إلى مستوى آخر ألا وهو مستوى التطبيق ما المقصود بالتطبيق؟ التطبيق يعني أن يستخدم المتعلم ما تعلمه في مواقف جديدة وغير مألوفة له شرط مستوى التطبيق أن يتم استخدام المعلومات الجديدة التي تم تعلمها في حل مشكلات في مواقف جديدة وغير مألوفة للمتعلم مثل تطبيق قاعدة كسر همزة إن إذا وقعت في ابتداء الكلام في مواقف وجمل تعبيرية جديدة ولذلك من الأفعال السلوكية المستخدمة في هذا المستوى أفعالا مثل يطبق، يبين، يستخدم، يوظف، يحل، يحسب، يرسم، يستخرج ومن أمثلة الأهداف في هذا المستوى أن يعرب الطالب ثلاث جمل كاملة أن يطبق الطالب المدى العارضة للسكون عند التلاوة هذه المستويات التذكر والفهم والتطبيق هي المستويات العقلية الدنيا البسيطة فهل يترى هناك مستويات عقلية علية يجب أن نهتم بها في ميدان التربية وفي مجال تعليم اللغة العربية؟ نعم ما هذه المستويات؟ أول هذه المستويات وهو الرابع في تصنيف المجال المعرفي هو مستوى التحليل ما المقصود بالتحليل؟ التحليل يعني أن يقوم المتعلم بتحليل وتجزئة المادة التعليمية إلى عناصرها الأساسية معنى ذلك أن التحليل يتضمن تحليل العناصر والعلاقات والمبادئ وبيان العلاقات فيما بينها وذلك مثل تحليل الجمل إلى الكلمات المكونة له وتحليل الكلمات إلى الحروف التي تتشكل منه لذلك من أمثلة الأفعال السلوكية في هذا المستوى يمكنك أن تستخدم أفعال مثل يحلل يفكك يفحص يقارن يوازن يعلل يربط يميز يميز يصنف ومن أمثلة الأهداف السلوكية في هذا المستوى أن يحلل الطالب النص الشعرية إلى مكونات التجربة الشعرية الأساسية أن يقارن الطالب بين عملي كان وأخواتها وإن وأخواتها إن مستوى التحليل يعني أن نبدأ من الكل لننتقل إلى الأجزاء والعناصر التي يتشكل منها هذا الكل فهل هناك مستوى آخر يتطلب عملية عقلية أخرى ننتقل فيها من الجزئيات إلى الكل؟ نعم المستوى الخامس وهو مستوى التركيب هل تستطيع أن تكتشف مفهوم التركيب؟ نعم التركيب يعني أن يكون الطالب قادرا على التعامل مع الأجزاء أو العناصر وربطها معا ليكون منها تركيبا جديدا إذن فمستوى التركيب يشير إلى جمع الأجزاء مع بعضها لتكوين نموذج لم يكن معروفا من قبل مثل تكوين كلمات جديدة من حروف متفرقة أو تأليف جمل تامة من كلمات محددة لذلك أنت في هذا المستوى تستخدم أفعالا سلوكية مثل يخطط، يؤلف، يعمم، يخترع، يتنبأ، يركب، ينشئ، يشتغ، ينظم ومن أمثلة الأهداف في مستوى التركيب أن يكتب الطالب قصة قصيرة عن الإخلاص أن يكون الطالب جملا صحيحة من كلمات معطاه له هل هناك مستوى آخر؟ يعلو مستوى التركيب؟ نعم هذا هو المستوى الأخير في المجال المعرفي وهو مستوى التقويم لعلك من اسم هذا المستوى يمكنك أن تتوقع الآن تعريفه نعم مستوى التقويم يشير إلى قدرة الطالب على أن يحكم على قيمة الأفكار أو الأعمال أو الوسائل أو الحلول شريطة أن يتم هذا الحكم في ضوء معيار معين إذن مستوى التقويم يعني إقدار الطالب المتعلم على إصدار حكم على قيمة فكرة معينة مثل إصدار حكم على جودة قصيدة ما وفقا لمعايير فنية معينة مثل الموازنة بين أدب أبي القاسم الشاب والتيجاني يوسف بشير من حيث الخصائص الفنية في كل منهما مثل المقارنة بين الشعر الكلاسيكي في الأدب العربي والشعر الرومانسي في الأدب العربي لذلك أنت في هذا المستوى تستخدم أفعالا من قبيل يقيم، يبرر، يفند، يناقش، ينقد، يقدم رأيا، يغير، يشرح ومن أمثلة الأهداف السلوكية في هذا المستوى أن ينقد الطالب استخدام اللهجة العامية في الإعلام أن يبين الطالب أخطاء التلاوة في المادة الصوتية هكذا ننتهي من مستويات المجال المعرفي ترجمة نانسي قنقر